السلام عليكم مشاهدين ومرحبا بكم معنا في درس جديد لقناة سيمتاك سامري التكنولوجيا واليوم سوف نتكلم على حول مشكل ونقوم بحله بحول الله حول كيف نستطيع أن نضيف تطبيقات متنوعة على قائمة المفضلة جميع التطبيقات أن لو أذهب لزيادة التطبيق والذي أريد أن أضيفه إلى قائمة المفضلة للتطبيقات لا أجده في قائمة هذه الاختيارات مثلا أضيف جوجل كروم لكن لا أجده هنا حل هذه المشكلة المشاهدين يوجد تطبيق مسمى سوف نذهب مع بعض إن شاء الله إلى بلاي ستور ثم نذهب إلى قائمة البحث هنا وفي محرك البحث سوف نكتب S لا ليس RSS نكتب هنا S ثم نبحث على تطبيق مسمى بSide Load Launcher هذا التطبيق المشاهدين تقومون بتحميله لما يتم تحميل التطبيق الذي هو موجود عندي على جهاز اندرويد تيفي سوف أذهب إلى بلاس أو قائمة زائد علامة زائد لإضافة التطبيقات المفضلة على جهازك أضغط عليه وسوف أجد ذلك التطبيق الذي قمت وأنا بتحميله سوف أضغط عليه سوف أعطيني جميع التطبيقات التي أريد أن أقوم بفتحها مشاهدين مثل جوجل كروم مثل جولد تيفي والأشياء الأخرى أعزائي الكرام نعم كان هذا والشرح مشاهدين الكرام حول كيف نستطيع أن نقوم بإضافة تطبيقات قائمة مفضلة على جهازين اندرويد سمارت تيفي أتمنى أن تدر فيديو قذافاتكم فإن كنتم مجدد فاشتركوا في قناتنا وفعلوا زر الجرس حتى يمكنكم الحصول على فيديوهات جديدة لقناة سامي تكساميلي التكنولوجيا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته